مستمري معكم نوفمبر عام 2012 سؤال السابع منهج الكور منهج يير ناين والسؤال هنا عن الماجنت سؤال غاية في البلصاص طبيق يقول لي فيجر سيفون وان شوز كومبس دي يا جماعة كومبس يعني ما فيش اي مؤسر عليها غير الماجنتيك فيل بتاع الارث معروف يا جماعة ان الكومبس لما بيستقر بدون اي تأثير اي ماجنت حواليه ماينفعش يكون اي ماجنت تاني حواليه النورث بتاعه بطبيعة الحال بيشاور عن النورث بتاع الارث والسوت بتاعه بيشاور عن السوت بتاع الارث فانا شاورت له خلاص ده هو قاله درو ان ارو pointing towards the north pole of the earth اللي بعده the south pole of the bar magnet is brought towards the south pole of the compass جبنا مغانطيسة جماعة وقربنا السوت بتاعه للسوت بتاع الارث اللي هو الكمبس ده describe what is seen happening to the compass needle as this is done اصلا جماعة احنا تعلمنا قبل كده ازاي نحن ننسمي الماجنتيك فيل بتاع البر ماجنت اللي هو بيترسم بهذا الشكل فانا بطبيعة الحال يا جماعة لو انا جيبت compass هنا هو معايا وحطته جنب السوت هنا النورث بتاع الكمبس هيشاور على السوت بتاع الماجنت عشان يحصل منهم اتراكشن تمام فانا لما بص هنا ايه اللي هيحصل ليحصل بمساطة يا جماعة السوت والسوت دول هيربلوا بعض بس طبعا لان هنا ده ماجنت قوي وده ماجنت ضعيف اي كلام فالسوت ده هيبدأ يلف في كده عشان يجي النورث الناحية دي فبالتالي النورث بما ناحية الايه السوت تمام طيب لان السوت والنورث بياتراكتوا بعض بس السوت والسوت هيريبولوا بعض فبيولي فبيولي describe what is seen happening to the compass needle as this is done with صالة الدرقتين بيولي compass needle will rotate will rotate so that its north will point to the south of the magnet الراجل من الديني بيولي rotates أو turns عليها درقة south pole goes away عليها درقة ومن الديني north pole points to magnet south دي عليها الدرقة التانية تمام أو pole points to north pole of earth يعني ادي الاجابة الصحيحة بتاعتنا انا شايف ان احنا كده نستحق الدرقتين سؤال ماجنتزم بسيط جدا جدا ولا يحتمل اي نوع من انواع الخلط